تستعر المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوث والمخلوع في الجبهة الغربية من مدينة تعز يسعى خلالها الجيش الوطني إلى استكمال تحرير العديد من المواقع التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيا مصادر عسكرية أكدت تمكن الجيش بعد مواجهات عنيفة استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة من السيطرة على تباب القرن وياسين وقرى الدار والصر بمنطقة حذران في وقت امتدت فيه الاشتباكات إلى مواقع تسيطر عليها الميليشيا بالقرب من جبليهان الاشتباكات أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وأسر آخرين لا تزال رحاها مستمرة من وقت إلى آخر في أطراف منطقة مدارات للوصول إلى نقطة الهنغر تقدم الجيش الوطني في الجهة الغربية لمدينة تعز دفع الميليشيا إلى زرع العديد من العبوات الناسفة وحقول الألغام في محاولة لإفطاء تقدم الجيش الوطني هناك وفي محاولة لتعويض خسائرها على الأرض لجأت الميليشيا إلى قصف الأحياء السكنية بمحيط اللواء 35 وجبليهان ويخوض الجيش الوطني في الجبهة الغربية معارك هي الأعنف مع الميليشيا حيث يسعى من خلالها إلى الوصول إلى منطقتين الستين والربيع لفك الحصار عن المدينة وقطع إمدادات الميليشيا التي تقصف المدينة منذ أكثر من عامين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة